اشتركوا في القناة وسؤالي هل يصح قولنا كرس حياته للدعوة وقولنا فعلك هذا تكريس للعصبية وجزاكم الله خيرا بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التهنئة منك بتأسيس المجمع ليست لي وحدي بل هي لي وللمجمعيين وأهل اللغة ومحبيها ولقد حظي المجمع بلا تزيد ولا مبالغة بمباركات وتهاني ما لم تبلغه الخواطر والأمان ذلك بأن شبكة العنكبوت في كل بيت وأنآ عن كل لو وليت وإنها لأكثر قبيلا وأهدى سبيلا وأحسن عملا وأقرب أملا وإن بلادنا المملكة العربية السعودية لهي أملك به وأسعد وأعلى بشأنه وأصعد وأشكر لك ثنائك المطابقة لاعتقادك الطاهر وأسأل الله أن يكون مطابقا للواقع في الباطن والظاهر ولا تآخذني بتركه وبالإقبال إلى ما هو أجدر وهو ما سألت عنه والجواب أما قولهم كرس حياته فإن منهجي عدم التحريج والتحجير في كل لفظة استعملت على نحو من التوسع بشروط ثلاثة أحدها أن يكون أصل المادة مسموعا عن العرب ثانيها أن تكون صيغة الاستعمال صحيحة ثالثها أن يكون بين اللفظ المستعمل وبين أصل المادة جامع في المعنى بحيث يصح ربطه به والمعاجم تقول كرس فلان البناء أسسه وكرس الشيء ضم بعضه إلى بعض فأي رأي يضيق بعد هذا عن قبول قولهم كرس حياته فمن ضاق صدره عن هذا فنرجو الله أن يوسعه ونحن إن بقينا على ما نطقت به العرب ولم نتجاوزه قتلنا طموحنا وإبداعنا وأذواقنا بلا ذنب ونحن بهذا نظلم لغتنا من حيث نزعم أننا حراسها وحماتها من الذي سوغ لهم أن يتوسعوا ولا نتوسع ويطوروا ولا نطور سبحان ربي الأعلى وبحمده ولهذا الكلام تفصيل آخر في غير هذا المقام والله المستعان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا